اخر خبر طبعا احنا حسننا جدا انه المنتخب السوري حرم من التأهل الى الملحق النهائي لكأس العالم روسيا 2018 بعد ما كرة الكرة اللي شاطها عمر السومة نجم المنتخب السوري ضربت في القائم في مباراة المنتخب السوري مع المنتخب الاسترالي اللي انتهت لمصلحة الاسترالي بهدفين لهدف واحد الخروج من هذه المرحلة النهائية من التصفيات كان له ردود فعل كبيرة جدا على الشبكات التواصل الاجتماعي حساب رياضة 24 علق على الخروج وقال الحظ فقط هو من منع عمر السومة من تسجيل هدف الصعود للمنتخب السوري الاعلامي مصطفى الاغا وهو اعلامي سوري قال دموعك غالية عمر بطل وستبقى بطل اما رابي 100 فعبر عن حزنه بالخروج من تصفيات المونديال وقال القائم الايصر كان اقصى من الحرب علينا طبعا كل التقدير للمنتخب السوري الشقيق وحظة اوفر ان شاء الله في المرة اللي جاية رغم ظروف الحرب في سوريا الا ان المنتخب السوري قدم اداء رائع وممتاز واستحق احترام الجميع والحظ بقى انه يعني ما وصلش المرة دي ان شاء الله في المونديال 2022 نرى المنتخب السوري والمنتخب المصري والمنتخب السعودي ومنتخبات اخرى عربية ان شاء الله في هذا المونديال